بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد مشاهدي الكرام مشاهدي كناة المحور سلام الله عليكم ورحمته وبركاته سعيد أن ألتقي بكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم المسلمون يتساءلون وعلى الهواء مباشرة سوف نقف اليوم بإذن الله في مقدمة الحلقة مع الآية رقم 55 من سورة آل عمران يعني بضعة دقائق إن شاء الله ثم نفتح المجال بعد ذلك لتواصلكم واستفساراتكم وندعو الله تعالى التوفيق والسداد اللهم أمين ونبدأ على بركة الله بتلاوة الآية الكريمة رقم 55 من سورة آل عمران تابعونا إن شئتم عبر الشاشة المباركة أو في مصحفكم ونحن نقرأ هذه الآية الكريمة على بركة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون كمان مر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون شرك الله العظيم هذه الآية فيها الكثير من الأمور التي تحتاج إلى تفصيل وتأصيل في نفس الوقت سيدنا عيسى عليه السلام كما نعرف مر من ساعة الحمل به بخوارق للعادات وحتى رفعه إلى السماء خارق للعادة ويطرى رفع حي ولا ميت ده النقش دلوقتي ومش بس كده المسألة انتم تنتهي لهذا الحد لا سيرجع عيسى عليه السلام يوما ما إلى دنيا الناس مرة أخرى ورد هذا في أحد الصحيحة وإن كانت أحد لكن ورد وسيكون هناك حوار بينه وبين ربه يوم القيامة ويشهده الله تعالى على قومه إحنا الآن في فصل من فصول حياة سيدنا عيسى عليه السلام ذكرنا قبل كده فصول عديدة انتهينا إلى أنه أرسل لبني إسرائيل كفر به من كفر وتأكد سيدنا عيسى عليه السلام بكفرهم وللأسف هؤلاء الكفر كانوا الأكثرية وحاولوا المكر به وقتله لكن الله سبحانه وتعالى أرد كيدهم في نحرهم ولم يمكنهم منه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم طيب اللحظة اللي قرر فيها بني إسرائيل أو الكفار من بني إسرائيل لنكن دقيقين قتل عيسى عليه السلام حصل فيها إيه طمأن الله نبيه عيسى لا يا عيسى مش هيقتلوك ليه إني متوفيك وإيه كمان ورافعك إليه مش حتى هسبك في الأرض لا سأرفعك وقد رفع من قبل عيسى عليه السلام سيدنا إدريس ورفعناه مكانا علي طبعا سيدنا محمد السلام رأى سيدنا إدريس في السماء الرابعة إيه العلة في رفع سيدنا إدريس في أقوال عديدة ممكن نترك إليها في وقتها إن شاء الله فطمينوا ربانا لا يا عيسى أنت لن تقتل مش أسلمك ليهم أن يقتلوك إني متوفيك ورفعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة شوف كم بشارة نبتدي وحدة وحدة هل متوفيك هنا إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك هل متوفيك تعني مميتك قولا واحدا الإجابة لا لأن كلمة الوفاة أو الوفاء أو التوفية بتيجي ولها أكتر من معنى حسب المراد لو حضتك ليك دين عند حد وبعدين الدهولة خمسة في عشر في اتناشر في عشرين لحد ما خلصوه لك تقول له كده الحمد لله أنا استوفيت حقي خلاص أنا استوفيت حقي ومن هذا الباب قال الله تعالى أوفوا أوفوا بالعقود مثلا يعني خليك وفي في العقد ونفذ العقد ونفذ الكلام اللي انت قلت عليه ومنها أيضا الموفون بالعهد ومنها عدم التطفيف ده برضو من الوفاء من الوفاء عدم التطفيف ومن بيعطي كل حد حقه ومن هنا يمكن ان احنا نوافق البعض على فهمهم لقول الله تعالى متوفيك بمعنى انني سوف اخرجك من بينهم تاما ما نقصكش حاجة خالص لا يتمكنوا منك ولا يجرحوك ولا يبطلوا منك عضو فضلا عن ان يقتلوك مش هيحصل ده ده معنى ومعنى لطيف جدا يبقى متوفيك بمعنى انك ستقبض الي مش لازم موت مش لازم موت لانه مش كل وفاة بمعنى الموت انما قبض ستقبض الي وترفع من غير موت ولا شيء ما تكلمش في الموت خالص دلوقتي خالص ما تكلمش فيه وتبقى الوفاء بمعنى التوفية والبعض فسرها بمو فيك اجلك انت النهاردة عندك 33 سنة وهم بيكدوا لك انا سارفعك عندي وهرجعك للارض تاني سبع سنوات يبقى عمرك استوفى الا 40 سنة وده معنى برضو لطيف طيب المعنى التاني او خلينا في المعنى ده استدلوا بقول الله تعالى الله يتوفى الانفسة حين موتها والتي لم تمت في منامها يتوفى هنا يعني بيقبض بيقبض الروح قبض مؤقت عند النوم ولذلك لما بتجي تنام تقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه وان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها ارسلتها منين ما هو قبضها عنده ده عالم الارواح وكلا بنسوف المنامات والرؤى والاحلام والكلام ده كل هذا المعنى لطيف اه ممكن نوافق عليه لا مانع مقبول لانه ادواته اللغوية تؤكد عليه المعنى التاني قال لا والمانع ان يكون ربنا موت سيدنا عيسى عليه السلام اماته لبضعة ساعات ما بين ثلاثة لسبعة حسب ما ورد في بعض الاثار حتى في الانجيل بعض الانجيل ذكرت سبعة ساعات اماته الله سبحانه وتعالى وبعدين رفعه سبحانه جل في علاه وده معنى لطيف وقد يكون المعنى اني متوفيك بمعنى منومك وانت نايم ترفع كل هذه المعنى ما عندناش مشكلة فيها خالص ولا يجوز الجزم بأحدها لا يجوز الجزم الجزم يعني انا اقول هي كده وبس ما ينفعش لانها كلها اقوال لان كلها اقوال محتملة وانا في يوم الايام وانا يعني من حوالي مثلا عشرين سنة كده ولا حاجة صغير كنت على المنبر بقول يعني وقد رفع الله عيسى حيا بعد ما خلصت الخطب حد قال لي يا مولانا بس فيه في رأي الميت فانت يا مولانا على المنبر ده لنا استفدت بقى وبله لكم ما شيخنا لا تقول رفعه حيا ولا رفعه ميتا كن رفعه الله خلاص ورب قال بل رفعه الله اليه خلاص وكلمة متوفيك زي ما قلت لكم كده محتمل قد يكون مفيك اجلك قد يكون مستوفى جسدك لم ينقص منه شيء قد يكون متوفيك بمعنى منيمك منيمك او منومك وقد يكون بمعنى مميتك فاحنا يعني ما نقفش عند الموضوع كتير لكن في كرامة قطعا في كرامة حتى لو كان المعنى بمعنى الإماتة ما ربنا بيموتك بموت الجميع المشكلة طيب الكرامة فين بقى اننا رافعك إلي مش هتبقى في الأرض يعبث بيك ولا هبالك قبر معروف يروح ينبشوه انما أنا سأرفعك إلي الله طيب يرفع إليه بقى هناك سيكون حيا حياه كاملة بجسد وروح ولا حياه خاصة بالروح دون الجسد القولاني محتملا ما عندناش يقين بدا ولا بدا لكن القلب يميل القلب يميل إلى كون الحياة حياة خاصة كحياة الشهداء هي أكساد الشهداء فين توقع في الأرض لكن أرواحهم عند ربنا سبحانه وتعالى طيب ربنا ألئعنا الشهداء ألو لا تحسبن الذين كتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء أحياء عند ربهم يرزقون فلا يمنع أن يكون عيسى عليه السلام كالشهداء لا ده أكتر كمان من الشهداء لأن جسده ليس في الأرض لأن جسده ليس في الأرض الشهيد جسد في الأرض وحياة الشهيدة حياة روح ربما تكون حياة سيدنا عيسى كاملة بجسد وروح باعتبار أن جسده رفع وربما يكون الجسد رفع أيضا لكن حياة حياة برزخية أو حياة أرواح زي الشهداء الله أعلم بهذا أو ذلك لكن في النهاية هذه كرامة لعيسى عليه السلام هذا حفظ حفظ ربي سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام طيب متوفيك إلي ورافعك متوفيك ورافعك إلي إذن هو عند الله سبحانه وتعالى خلاص وثبت في الحديث في ليلة الإسرائي أنه في السماوات لقيه النبي عليه السلام مع مجموعة الأنبياء الذين لقيهم لقي موسى لقي هارون لقي عيسى لقي يوسف لقي إدريس لقي آدم وفي السماء السابعة لقي إبراهيم كما نعرف فهو ضمن هؤلاء الملائكة الكرام الذين لقيهم عليه نبينا محمد عليه السلام في ليلة الإسرائي والمعراج ماشي ومطهرك من الذين كفروا إحنا مش نسيبك فوص الكفر دول اللي كفروا بيك إنما سوف نخرجك طاهرا متهرا بعيدا عنهم وبعيدا عن معاصيهم وبعيدا عن أخلاقهم السيئة ومطهرك من الذين كفروا ده في بشارة بقى مهمة جدا وجاعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة الله أنا عندي هنا مسألتين في غاية الأهمية جاعلوا الذين اتبعوك من هم دول؟ اتبعوك دي من هم؟ دمنا اتنين فوق الذين كفروا الفوقية هنا هل هي فوقية معنى ولا فوقية مادة؟ خلي بالكم وده مسألة في غاية الأهمية لأن لو فوقية مادة هيبقى فيه خلر كبير أوي في الفهم ويبقى عندي مشكلة كبيرة أو مش أقدر أحلها طيب نرتفق الأول أو نفهم الأول جملة اتبعوك وجاعلوا الذين اتبعوك من هم أتباعوا عيسى؟ حد يقول لي الحواريين ماشي ماشي حد يقول لي المؤمنين به ماشي برضو أنا مؤمن بدا كويس قوي بس برضو ما حلناش الإشكالية ما فهمناش بالضبط هم مين هل يمكن أن نتخيل أنه اللي قال على عيسى عليه السلام هو الإله باعتبره أنه ترفع بقى مش موجود في الأرض وإن كانوا للأسف غالبيتهم راحوا مع اليهود في أنه صلب وكتل وصلب وإن الصلب ده والصليب ده رمز لصلب عيسى عليه السلام لكن بعد كده قال أنه هو دفن وكبر وبعدين رفع من قبره نختلف في ديه طبعا اعتقادا معروف القرآن واضح في هذه المسألة لم يقتل ولم يصلب ولم يكبر إنما مات أو نام على التفسيرين لبضعة ساعات رفعه الله سبحانه جل في علاه ووضع الشبه على غيره فكتل الشبه هو صلب الشبه ولم يكن عيسى عليه السلام هو المقتول ولا المصلوب عليه الصلاة والسلام طب من اتبعوه هل الاتبعوه اللي قاله هو ابن الله أو اللي قاله هو الله مش ممكن أبدا اللي اتبعوه هم اللي قاله نبي الله ورسول الله كما قال عن نفسه كما عبر القرآن الكريم إني عبد الله آتاني الكتابة إلى آخره هم دول اللي اتبعوه ويبقى اللي اتبعوه دول كل مؤمن بالله إيمانا صحيحا وبأنبياء الله ومن ضمن أنبياء الله سيدنا عيسى إلى يوم القيامة هذا بس فكرة أو كلمة اتبعوك يبقى اتبعية هنا مش مسألة مسيحي ولا غير مسيحي لا اتبعوه أي اتبعوا المنهج الحق الذي جاء به فأقرب أن عيسى عبد لله سبحانه وتعالى ونبي الله ورسول الله جاء بالإنجيل ومصدقا للتوراة ومبشرا برسول الله محمد عليه الصلاة والسلام ولما جاء محمد آمن به وآمن بكل ما يقتضيه الإيمان هم دول اللي اتبعوا سيدنا عيسى خلاص جبنا كلام ده منين جبنا كلام ده من القرآن لما القرآن يقول عن المشركين واليهود والنصارى كل فريق منهم ادعى النسبة والشرف إنه بينتسب لسيدنا إبراهيم وإنه الأحق بسيدنا إبراهيم يقوم ينزل القرآن يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وبعد نقول إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا أولى الناس بإبراهيم اللي اتبع إبراهيم في المنهج الحق هذا النبي الذي هو محمد الذي جاء يكمل مسيرة إبراهيم وعلى ملته والذين آمنوا بمحمد وبإبراهيم وبموسى وعيسى بكل أنبياء السابقين هم دول الأولى بإبراهيم فالأولى بعيسى أيضا والمتبعين لعيسى أيضا هم هؤلاء الموحدون في أرض الله والمؤمنون بالله ورسوله وكتبه واليوم الآخر والملائكة والقدر هؤلاء المتبعون لعيسى عليه السلام ودون المبشرين بقوله جاعلوا الذين اتبعوه فوقا الذين كفروا هل الفوقية مادية ولا معنوية هنشوف ده بقى بكرة إن شاء الله في مطلع الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى ونقف كمان مع الجمل الأخيرة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم إلى آخره ونخرج الآن إلى فاصل ونعود بعد الفاصل بإذن الله لنستمتع باتصالاتكم وبأسئلتكم وندعو الله تعالى التوفيق والسدادة في الجواب بعد الفاصل نتواصل فتابعونا